مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد إدارة ذرائب تتعقب الاطرية الجدد اليوتيوبرزوم مؤترين انستغرام والتىك توك تحت المراقبة تتعقب إدارة ذرائب باستخدام اليوتيوب وانستغرام والتىك توك وغيرهم للمؤتري المشهولين على الشبكات التواصل الاجتماعية وقال الصحيفة الإيكونوميست إن السلطات الضريبية تشدد الخنق على المؤتري على الشبكة التواصل الاجتماعي الذين يجنون أرباحا وصفت بالطائلة وذكر نفس المصدر أن إدارة الضرائب تدرس عن كثب حالة العديد من هؤلاء المؤترين والذين يدرون ذخلا هاما ولا يصريحون به لدى الضرائب أو يقومون بالإبلاغا عن قام غير حقيقية وقد توصل بعضهم حسب ذات المصدر بالفعل إلى اتفاق ودي مع المدير العام للضرائب وعادوا بامتلال القانون فيما لا يزال آخرون في مفاوضات مع السلطات الضريبية وتجدر الإشارة لأن المكاتب الإقليمي لإدارة الضرائب تلقى التعليمات لتتبه هؤلاء الأترية الجدد الذين لا يعلنون عن دخلهم بالكامل والذين يعتقدون أنهم محصنون من كل المتابعة وتشير جارية الإيكونوميس إلى أن السلطات الضريبية تستخدم عدة وسائل الوصول إلى هؤلاء المواترين لسيما من خلال الوصول إلى البيانات المصرفية وما إلى ذلك ويشير المصدر نفسه إلى أن الاستثمارات الكبيرة في مجال البيانات تتيح الآن للخدمات الضريبية الحصول إلى جميع الأدلة اللازمة فيما يتعلق بالفجوة بين المداخل وتلك المصرح بها رسميا من قبل المؤترين وفي الآخر لا تنسوا الشارك معنا في القناة بشوصلكم أي جديد شكرا لكم